بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا وسهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر إن شاء الله تنول إعجابكم إن شاء الله هنستعرض مع بعض أهم الأسئلة المهمة في الجبر هناخد مع بعض حل معادلتين من الدرجة الأولى لطريقة الحسف والتعويض هناخد برضو حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد باستخدام القانون العام هناخد حل معادلتين إحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية برضو هناخد الوحدة الثانية اللي هي المجال المشترك وأصفار الدلة أصفار الكسر الجابري وهناخد العمليات على الكسور الجبرية اللي هي جمع وطرح وضرب وإسمة الكسور الجبرية وهناخد إن شاء الله الاحتمال السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد مجال الدلة دلة سين بتساوي سين زائد اثنين على سين ناقص واحد كلنا عارفين يا شباب إن المجال الكسر الجابري بيجي من تحت من المقام هناخد أصفار المقام بنعكس بس الإشارة يبقى مجال الكسر الجابري سين زائد اثنين على سين ناقص الواحد هو هناخد الواحد رقم اثنين إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد فردي اتعودنا من زمان وعارفين من زمان عدد فردي في حجر نرد فضاء العينة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة عايز الاعداد الفردية اللي هي واحد وثلاثة وخمسة يبقى ثلاثة على ستة ونديها للآلة بسطة لنا يبقى نص لو قال لي عدد فردي يبقى نص ولو قال لي عدد زوجي برضو يبقى نص ولو قال لي عدد أولي يبقى ثلاثة على ستة يعني نص رقم ثلاثة مجموعة أصفار الدلة دلة تساوي سين ناقص ثلاثة إيه اللي بيجعل الدلة دي صفرية لما نشيل السين دي ونحط ما كانها ثلاثة يبقى أصفار الدلة كام المجموعة ثلاثة رقم اربعة المحكوس الجمعي للكسر ثلاثة على سين زائد الواحد قلنا قبل كده المحكوس الجمعي يقمنا نغير إشارة البسط يقمنا نغير إشارة المقام يبقى المحكوس الجمعي سالب ثلاثة على سين زائد الواحد رقم خمسة نقطة تقاطع المستقيمين سات بيساوي سبعة وسين ناقص خمسة بيساوي صفر من هنا يا جماعة نقدر نجيب قيمة سين هنود السالب خمسة النحية التانية بعكس الإشارة يبقى سين بتساوي خمسة وعند الصد جاهزة بسبعة يبقى نقطة التقاطع خمسة وسبعة الزوج المرتب خمسة وسبعة رقم ستة احتمال الحدث المؤكد يساوي صفر ولو جلنا الحدث المستقيم احتمال الحدث المؤكد عفوا احتمال الحدث المؤكد بيساوي واحد والحدث المستحيل بيساوي صفر رقم سبعة مجموعة أصفار الدلة دلة سين بتساوي أربعة سين عايز قيمة سين اللي بتجعل الدلة صفري يبقى صفر يا شباب اللي بيجعل الدلة صفرية أربعة في صفر دينا صفر يبقى مجموعة أصفار الدلة دلة سين بتساوي أربعة سين هي الصفر رقم تمانية اذا كان نون سين بيساوي ثلاثة على سين فإن مجال نون قس سالب واحد طبعا كلنا عارفين نون قس سالب واحد ده المعكوس الضربي والمجال في المعكوس الضرب يا شباب بيجي من البسط والمقام يبقى هنا عندي الأصفار للمقام صفر وما فيش أصفار للبسط يبقى هناخد المجال حاهم عدد الصفر رقم 9 إذا كان للمعادلتين سين زائد 4 صاد بتساوي 7 و3 سين زائد كاف صاد بيساوي 21 لهم عدد لنهاء من الحلول فإن الكاف بتساوي كام طبعا هنا عدد لنهائي يبقى عندنا المعادلتين لازم يكونوا زي بعض في السين والصاد والحد المطلق معامل السين لازم يكون زي معامل السين ومعامل الصاد لازم يكون زي معامل الصاد حتى الحد المطلق لازم يكون زي المطلق في المعادلتين عشان أخلي السين هنا 3 زي المعادلة التانية نضرب المعادلة الأولى في 3 يبقى 3 في سين بتلاتة سين و3 في 4 ب12 و3 في 7 ب21 كده يبقى الكاف هنا ب 12 يبقى هنا الكاف بيساوي 12 رقم 10 اذا كان احتمال وقوع الحدث الف هو 75% فان احتمال عدم وقوع الحدث هنطرح 75% من 1 صحيح هيدينا ربع اللي 25% طبعا ما فيش عندي 25% في الاختياري فهناخد الربع عفوا رقم 11 مجموعة اصفار الدلة دلة سين بتساوي سين في سين تربيع ناقص 2 سين زائد الواحد طبعا ده مجدر ثلاثي وقدامه سين لازم نحلل اول المجدر الثلاثي يبقى سين وسين واحد واحد سالب وسالب يبقى اصفار الدلة هنا صفر والواحد رقم 12 اذا كان نون سين بيساوي سين ناقص الواحد على سين ناقص اتنين فان مجال نون اس سالب واحد ده مجال المعكوس الضربي طبعا عارفين المعكوس الضربي يبقى البسط ينزل تحت مقام والمقام بيطلع فوق بسط والمجال يا شباب هنا بناخده من البسط والمقام يبقى حه ناقص اتنين وواحد او حه ناقص واحد واثنين رقم 13 اذا كان الف وبه حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية فان الف تقاطع البه يساوي نقط يبقى الف تقاطع البه بيساوي في ولكن خد بالك من السؤال ده قوي لو قال لي ألف وبيه حدثين متنافيين و قال لي احتمال ألف تقاطع البيه يبقى ناخد صفر لو شال اللام من غير احتمال قال لي ألف تقاطع البيه يبقى ناخد ايه يا شباب هناخد الفاي احتمال ناخد صفر و ألف تقاطع البيه يبقى فاي رقم 14 مجموعة حل المعادلتين سين ناقص صاد بيساوي واحد و سين زائد صاد بيساوي سبعة طبعا دي ممكن نحلها بطريقة الحسب على طول يبقى هنا عايز عددين مجموحهم سبعة والفرق ما بينهم واحد يبقى ما فيش اللي قدامي قال لي أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة مجموحهم سبعة واترحهم من بعض يا شباب يدينا ايه يدينا واحد وممكن نحلها على طول بالقال الحسبة مود خمسة واحد نقول لي معاملات السين هنا واحد يساوي سالب واحد يساوي واحد يساوي وندخل برضو معاملات المعادلة التانية واحد يساوي واحد يساوي واحد يساوي سبعة يساوي وندس يساوي كمان مرة يدينا اكس وان باربعة و اكس تو بثلاثة رقم 15 احنا كلنا عارفين ان احتمال الألف زائد المكملة بتاعته بيدينا واحد صحيح يعني لم ألف زائد لم ألف شرطة بيدينا واحد صحيح طب هنا قال لي ان لم ألف بيساوي لم ألف شرطة الاتنين قد بعض ومجموحهم بيساوي واحد يبقى لم ألف بيساوي نص ولم ألف شرطة بيساوي نص يبقى لم ألف شرطة او لم ألف يا شباب بناخد خمسة من عشر عشان مجموعهم واحد صحيح رقم 16 احتمال الحدث المستحيل لسا ايلونه من شوية احتمال الحدث المستحيل بيساوي صفر رقم 17 مجالة دلة دلة سين بتساوي سين ناقص ثلاثة على اتنين كلنا عارفين بنجيب المجال من المقام طب المجال للمقام هنا هنقص اصفار المقام طب انا ما عندش اصفار للمقام يبقى ناخد الحه بس الاعداد الحقيقي السؤال رقم 18 ابسط صورة للكسر الجابري دلة سين بتساوي سين تربيع على سين تربيع زائد الواحد ده الكسر الاول زائد واحد على سين تربيع زائد الواحد طبعا هنا المقام جاي موحد جاهز يبقى ناقا نوحد المقام هناخد سين تربيع زائد الواحد ونجمع البست مع البست هيدنا سين تربيع زائد الواحد على سين تربيع زائد الواحد يدينا واحد صحيح رقم تسعة عشر مجموعة حل المعادلتين سين زائد صاد بيساوي صفر وسين ناقص خمسة بيساوي صفر هنا شباب السين جاهزة هنود السلب خمسة نحط تاني بعكس الإشارة يبقى سين بتساوي خمسة نرجع نعوض في المعادلة الأولى عشان نجيب الصاد يبقى نشيل السين ونحط مكانها خمسة خمسة زائد كم يدينا صفر خمسة زائد المعكوس الجامعي بتاعها يبقى صاد بتساوي سالب خمسة يبقى مجموعة الحل المعادلة خمسة وسالب خمس رقم عشرين ألقي حجر نرلم انتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أكبر من أربعة طبعا عندنا عددين خمسة وستة نقسم اتنين على ستة يدينا يا شباب يدينا واحد على تلاتة رقم واحد وعشرين أبسط صورة للدلة نون سين بتساوي أربعة ناقص سين على سين ناقص أربعة أبسط صورة رجالة طبعا هنا هناخد سالب سين قدام ونرجع الاربعة بعكس الإشارة يبقى سالب سين زائد 4 نرجع ناخد السالب عام المشترك يبقى هنا سين ناقص 4 على سننا اس 4 وبعها هنا هنا سالب هنتير سننا اس 4 مع سننا اس 4 يدينا واحد وقدمنا سالب هيبقى الناتج بتاع سالب واحد تاني أبسط صورة للكسر الجابري أربع نقصين على سين نقص أربعة يبقى سالب نفتح الكوز بتاعنا يبقى سين نقص أربعة على سين نقص أربعة هيساوي سالب واحد رقم 22 إذا كان ألف وبيه حدثين متنافيين من فضاء عينة وكان لم ألف بيساوي نص والاتحاد عندي سبعة على اتناشر فإن لام البيه بيساوي كام طبعاً كلنا عارفين القانون بتاعنا أنا عندي الحدثين المتنافيين يبقى التقاطع عند بصفر ونعوض في القانون بتاعنا أن لام ألف اتحاد البيه بيساوي لام الألف زائد لام البيه نقص التقاطع والتقاطع عندنا بأي يا رجالة تقاطع عندنا بصفر لأن الحدثين المتنافيين يبقى هنعوض سبعة على اتناشر بيساوي نص زائد لام البيه طبعاً عايزين ينلم البيه هنا يبقى سبعة على اتناشر نقص نص سيدينها واحد على اتناشر رقم 23 مجموعة أصفار الدلة دلة سين بتساوي سين ناقص 3 على سين زائد 3 طبعا عارفين أصفار الكسر الجابري أصفار البسط ناقص أصفار المقام أصفار البسط معدى أصفار المقام عايز يقولك خد الأصفار البسط معدى أصفار المقام إيه اللي بيجعل البسط بيساوي صفر يبقى ما فيش إلا التلات يبقى ناخد التلات رقم 24 إذا كان احتمال نجاح أحمد 95% فإن احتمال عدد من نجاحه هنطرح من 1 صحيح أو نطرح من 100 هيددنا 5% هيددنا 5% رقم 25 إذا كان للكسر الجابري سين ناقص ألف على سين زائد 5 معكوس ضربي يبقى هو شقلب البسط يطلع فوق البسط ينزل تحت مقام والمقام يطلع فوق بسط يبقى هنا سين زائد 5 على سين زائد 3 هنلاحظ أن هنا سالب ألف نزلت تحت بموجب 3 يبقى الألف هنا يا شباب بسالب 3 رقم 26 المجال المشترك للكسرين 2 على سين ناقص 3 و 7 على سين ناقص 6 هناخد المجال هنا يبقى حاوه فرق 3 وناخد المجال الكسر الثاني يبقى حاوه معدى الستة يبقى المجال المشترك يا شباب يبقى حاوه معدى 3 و 6 رقم 27 سين تربع بتساوي 25 يبقى سين ناقص صاد بساوي صفر فإنه صاد بتساوي كام تاني السؤال إذا كان سين تربع بتساوي 25 من هنا قدر نجيب قيمة سين هتطلع لها قيمتين هنجزر الطرفين سين تربع جزرها سين والخمسة وعشرين موجب أو سالب خمسة يبقى أنا معايا السين لها قيمتين يبقى هنعوض في المعادلة دي هنجيب الصاد برضو الصاد تطلع لها قيمتين موجب أو سالب خمس رقم 28 إذا كان ألف وبي حدثين متنافيين أول ما يقول لكم الحدثين متنافيين أعرف أن التقاطع عندي بصفر التقاطع الاحتمال ألف تقاطع البه بيساوي صفر يبقى ألف وبي حدثين متنافيين وكان لام ألف بيساوي خمسة من عشرة ولام ألف اتحاد البه بيساوي ثمانية من عشرة فإن لام به بيساوي كام طبعا هنعوض لام ألف اتحاد البه بيساوي لام الألف زائد لام البه وطبعا مش هنقول التقاطع لأن التقاطع عندي بصفر يبقى لام البه بيساوي ثمانية من عشرة ناقص خمسة من عشرة يدينا ثلاثة من عشرة رقم 29 إذا كان ألف وبيه حدثين من فضاء العينة وكان به جزء من الألف طبعا ناخد بالنا هنا لو قلي هنا به جزء من الألف يبقى به الجزء وألف الكل والله لو قلي التقاطع ناخد الجزء اللي هو لام البيه لو قلي الاتحاد ناخد لام ألف فهنا طالب إيه يا شباب؟ طالب التقاطع يبقى لام ألف تقاطع البيه بيساوي لام البيه آخر سؤال في إختار إذا كان لام الألف بيساوي نص فإن لام الألف مكملة بيساوي طبعا بيساوي نص لأن مجموعة اللام ألف زائد المكملة بتاعته بيساوي واحد صحيح شوف السؤال الثاني قولي اوجد مجموعة الحل للمعادلتين سين ناقصات بيساوي واحد وسين تربية زائد صد تربية بيساوي خمسة وعشرين عندي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة تانية من الدرجة التانية طبعا زي ما انتم شايفين كده نحطهم فوق بعض كده ونرقمهم المعادلة الأولى نسميها واحد المعادلة التانية اللي هي من الدرجة التانية نسميها اثنين هنزبط المعادلة الأولى هنسبت السين وننقل الصاد النحية التانية بعكس الإشارة يبقى سين بيساوي واحد زائد صاد ودي رجالة هنسميها المعادلة رقم تلاتة بعد كده هنقوله بالتعويض من المعادلة تلاتة في المعادلة اثنين يعني كل ما يقابلنا سين هنشيلها ونحط مكانها واحد زائد صاد يبقى هنعوض هنشيل السين ونحط مكانها واحد زائد صاد لكل تربيع ونكمل بقية المعادلة بتاعتنا زائد صاد تربيع بلسوى خمسة وعشرين نبدأ نفك القوص ده رجالة مثل أنا أقول إعدادة عارفين طبعا هنفك إزاي الأول يضرب نفسه يعني واحد في واحد بواحد والتاني برضو هيدرب نفسه يبقى صاد في صاد بصاد تربيع طبعا الإشارة دي موجب بتنزل موجب اللي فوق ينزل إضربهم يبقى اثنين في واحد في صاد باثنين صاد ونكمل بقية المعادلة صاد تربيع بتنزل زي معي اقعدت لخبط ما بين صاد دي وصاد دي صاد التربيع الأولى طالع من قبل القوص ده وصاد التربيع دي بتاع المعادلة الأساسية وندخل الخمسة وعشرين بعكس الإشارة يبقى تدخل سالب وهنجمع الحدود المتشابهة يبقى واحد صاد تربيع واحد صاد تربيع يبقى اثنين صاد تربيع زائد اثنين صاد طبعا ناقص 25 زائد 1 هيديني ناخد عكس الإشارة يبقى سالب 24 طبعا هنبسطها شوية ونقسم على 2 عشان نعرف نحللها نقسم هنا على 2 تبقى سات تربيع ونقسم هنا على 2 يبقى ساد ونقسم 24 على 2 يدينا 12 يبقى سات تربيع زائد صاد ناقص 12 بسو صف طبعا هنحللها مقدار ثلاثة بسيط يبقى سات تربيع بسو صاد وصاد 12 كام في كامب 12 والفرق ما بينهم 1 يبقى 3 ف4 طبعا الإشارة هنا سالبة يبقى كبير بياخد عكس الإشارة كبير بياخد إشارة الأوسط والتانية تبقى الأبزت بتاعه العكس بتاعه أو تديها للقالة الحسبة موت 3 تلاتة تقوله 1 يساوي 1 يساوي سالب 12 يساوي يساوي كمان مرة x1 هتطلع ب3 هناخدها عكس الإشارة وx2 هتطلع بسالب 4 هناخدها موجب 4 يبقى هنا صاد نقص 3 وصاد زائد 4 بيساوي الصفر إما صاد بيساوي 3 وإما صاد بيساوي سالب 4 هنعوض في المعادلة رقم 3 عندي هنا الصاد ب3 يبقى شيل هنا الصاد وحط ما كانها 3 يبقى السين بتساوي 1 زائد 3 بيساوي 4 يبقى لما الصاد بيساوي 3 السين هتطلع ب4 طيب لما نعوض بقى الصاد بسالب 4 في المعادلة يبقى سين بتساوي 1 ناقص 4 يدينا سالب 3 يبقى هنا 4 سين هناخدها مع الصاد بتاعتها يبقى المجموعة الحل 4 زوج المرتب 4 و3 والزوج الثاني يبقى سالب 3 وسالب 4 رقم بيه في السؤال باستخدام القانون العام يوجد مجموعة حل المعادلة سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 6 بيساوي 0 معاملات سين تربيع ومعامل السين والحد المطلق هنقول له ألف معامل السين تربيع يبقى ألف بيساوي 1 وبه بتساوي سالب 2 وجين بتساوي سالب 6 وكلنا حفظين القانون العام سين بتساوي سالب بيه مجب أو سالب جزر تربيع بيه تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف يبقى نعوض تعويض مباشر هنشيل البيه ونحط مكانها سالب 2 طبعا سالب سالب هيبقى موجب يبقى سين بتساوي 2 زائد أو ناقص جزر تربيع 4 لأن سالب 2 في سالب 2 ب4 ناقص 4 في 1 في سالب 6 على 2 في 1 هنعوض مرة بالموجب ومرة بالسالب بالموجب هتطلع سين بتساوي 1 زائد جزر 7 ندوس على إس دي هيدينا 3 و 646 من ألف المرة الثانية 1 ناقص جزر 7 برضو هندوس على إس دي هيدينا 1 و 646 يبقى مجموعة الحال المجموعة 3 و 646 من ألف و 646 من ألف رقم جيم إذا كان نون واحد بيساوي نون واحد سين بيساوي 2 سين على 2 سين زائد 4 و نون 2 سين بتساوي سين تربيع زائد 2 سين على سين تربيع زائد 4 سين زائد 4 أثبت أن نون واحد بيساوي نون 2 شرط تساوي كسرين جابريين أنا عنده شرطين لازم يكون المجال هنا بيساوي المجال هنا و نون واحد بعد الاختزال بتساوي نون 2 بعد الاختزال و لازم الشرطين يتحققهم معاي لو شرط واحد يتحقق يبقى ما نعرفش نقوله نون واحد بيساوي نون 2 طبعا هناخد الكسر الأول نعمله تحليل ومجال واختزال الكسر الأول هنا 2 سين تحت في البص في المقام هناخد 2 عامل مشترك يبقى 2 عامل مشترك يبقى تفضل سين زائد 2 طبعا مجال نون واحد حهم عدى سالب 2 هنطير 2 مع 2 يتفضل فوق سين وتحت سين زائد 2 ده نون واحد بعد الاختزال طيب نشوف نون 2 نحللها ونجب مجالها وناختزال يبقى نون واحد نون 2 سين هناخد برضه في البص السين عامل مشترك هيتفضل عندي سين زائد 2 تحت هنحلل مربع كامل هنفتح قوس لكل تربيع جزر الأول شرط الأوسط جزر الأخير يبقى سين زائد 2 لكل تربيع أو نفتح قوسين قد بعض سين زائد 2 في سين زائد 2 طبعا هنجيب المجال عندي مجال نون 2 حهم عدى سالب 2 هنتير طبعا يا جماعة سين زائد 2 مع سين زائد 2 هيتفضل فوق سين وتحت سين زائد 2 هنلاحظ ان مجال نون واحد بيساوي مجال نون 2 ونون واحد بعد الاختزال هتساوي نون 2 بعد الاختزال فبالتالي يبقى نون واحد يساوي نون 2 السؤال ممكن يتغير بعد ما ييجي يقولك أثبت ان نون واحد بيساوي نون 2 ممكن يجي يقولي هل نون واحد يساوي نون 2 ولماذا طبعا احنا هنشوف اذا كان مجال نون واحد بيساوي مجال نون 2 ونون واحد بعد الاختزال تساوي نون 2 بعد الاختزال يبقى نون واحد بيساوي نون 2 ولو فقط شرطة رجالة يبقى نون واحد لها تساوي نون 2 طب لو قال لي أزمة ان نون واحد بيساوي نون 2 في المجال المشترك طبعا هنعمل الشغلة ال Service 듯 بس المجال هيكون مختلف يبقى لما يقول لي أثبت أن نون 1 بيس Bloomberg 2 في المجال المشترك هتلاقي المجال في نون 1 مختلف عن المجال في نون 2 بس هتلاقي نون 1 بعد الاختزال بتسوي نون 2 بعد الاختزال يبقى نون 1 بيسوي نون 2 في المجال المشترك السؤال اللي بعد كده أوجد مجموعة الحل للمعادلتين سؤال مضمون طبعا بطريقة الحزف سين الصاد بيساوي 4 دي هنسميها المعادلة رقم 1 وسين زي اتصاد بيساوي 4 المعادلة دي هنسميها رقم 2 عايز عددين مجموحهم 4 والفرق ما بينهم 4 طبعا هنحط المعادلتين تحت بعض ونقوله بالحزف ونطير طبعا يا جماعة سلب صاد مع موجة بصاد هنحزف سلب صاد مع موجة بصاد ونجمع 1 سين و1 سين يبقى 2 سين و4 و4 8 يبقى 2 سين بيساوي 8 يبقى سين بتساوي 4 بالتعويض في المعادلة الثانية يبقى صاد هتساوي 0 يبقى انا عند مجموعة الحل 4 وصفر يبقى السين ب4 والصاد بصفر يبقى عند مجموعة الحل 4 وصفر سؤال الثالث اوجد نون سين في ابسط صورة موضحا المجال نون سين بتساوي سين قس 3 زائد 8 على سين تربيع زائد 5 سين زائد 6 في 3 سين تربيع زائد 9 سين على سين تربيع ناقص 2 سين زائد 4 طبعا هنا مسألة الضرب الكسور الجابرية 3 خطوات بنعملهم يا شباب ركز معايا قوي تحليل مجال اختزال تحليل مجال اختزال هو عا تجيب المجال الا اه هو عا تختزل قبل ما تجيب المجال يبقى هنحلل ونجيب المجال ونختزل طبعا عندنا البسط في الكسر الاول اسمه مجموع مكعبين زي ما اخدنا في تاني عداد اللي هو شعبان عبد الرحيم نفتح كوس صغير ونفتح كوس كبير نجزر في الصغير والربع في الكبير يبقى هنجزر في القوس الصغير سنتك ايب جزرها سين الشارط الاوسط بتنزل التمانية شفت جزر بتاعها اتنين القوس الكبير يا رجالة ربع غير اضرب ربع يبقى السين تبقى سين تربيع ربع غير اضرب ربع افتكر الله يخليك يبقى ده اسمه شعبان عبد الرحيم اللي هو مجموع مكعبين نفتح كوس صغير ونفتح كوس كبير نجزر في الصغير والربع في الكبير يبقى سن تكعيب جزلها سين زائد شفت جزل التمانية اتنين لو جبت القوس الصغير صح هنجيب الكبير صح القوس الكبير احفظ الاربع كلمات دول ربع غير ادرب ربع يبقى السين تبقى سين تربيع غير الاشارة ادرب سين في اتنين تبقى اتنين سين ربع الاتنين تبقى اربعة طيب ده اللي تحت مقدار سلاسي نحن نحلله مقدار سلاسي بسيط يبقى نفتح قوسين قدبع سين وسين الستة كام في كام بستة ومجمعهم خمسة يبقى ثلاثة في اتنين الاشارة موجب هنا وموجب هنا طيب نشوف الكسر التاني عندي ثلاثة سين تربيع زائد تسع سين انا هاخد الثلاثة عامل مشترك والسين تربيع وسين هاخد منهم سين عامل مشترك يبقى هاخد ثلاثة سين عامل مشترك يتفضل سين زائد ثلاثة تحت بقى جماعة مش هيتحل وده القوس الكبير بتاع مجموع مكعبين هتلاحظ ان ده القوس الكبير بتاع مجموع مكعبين عشان نحزفهم مع بعض طبعا هنجيب المجال في الضرب يبقى حاه ناقص أصفار المقام يبقى حاه معادة سالب 2 وسالب 3 هنطير القوس الكبير ده مع القوس الكبير ده ونطير سين زئد 2 مع سين زئد 2 ونطير سين زئد 3 مع سين زئد 3 يتفضل عندي 3 سين يبقى نونسين في أبسط صورة بيساوي 3 سين سؤال رقم بيه إذا كان ألف وبه حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان لام ألف بيساوي 2 من 10 ولام بيه بيساوي 6 من 10 ولام ألف اتحاد البيه بيساوي 3 من 10 اوجد لام ألف تقاطع البيه طبعا كلنا حافظين القانون يا شباب ان لام ألف تقاطع البيه بيساوي لام ألف زئد لام بيه ناقص الاتحاد يبقى عندنا هنا هنجيب ألف تقاطع البيه بيساوي لام الألف زئد لام البيه ناقص الاتحاد لام الألف عندي بـ 2 من 10 زئد لام البيه بـ 6 من 10 ناقص الاتحاد بـ 3 من 10 هيدينا 5 من 10 سؤال الرابع اوجد جبريا لان هنا يا جماعة زي ما انت عارفين البياني اتلاغة اوجد جبريا حل المعادلتين سين زئد 2 صاد بيساوي 5 وسين ناقص صاد بيساوي سالب 1 هنحط المعادلتين تحت بعض سين زئد 2 صاد بيساوي 5 دي المعادلة رقم 1 سين ناقص صاد بيساوي سالب 1 ودي المعادلة رقم 2 طبعا عايزين نزبط الصاد مع الصاد هنا اتنين صاد وهنا واحد صاد يبقى لازم نضرب المعادلة التانية في سالب اتنين هنضرب المعادلة التانية في اتنين يبقى المعادلة الاولى زي ما هي سين زائد اتنين صاد بيساوي خمسة هنضرب المعادلة التانية في اتنين يا شباب يبقى اتنين في سين باتنين سين واتنين في صاد باتنين صاد سالب اتنين صاد هنا واتنين في سالب واحد بسالب اتنين طبعا هنقوله بالجمع هنطير 2 صاد موجب مع 2 صاد سالب هنجمع السين مع السين يبقى 1 صاد و2 صاد يبقى 3 صاد وهنا 5 ناقص 2 يدينا 3 يبقى 3 سن بيساوي 3 يبقى السن بتساوي الواحد طبعاً جبنا السن هنا بواحد هنعوض في أي معادلة وليكن في المعادلة الأولى عشان أسهل هنشيل السن ونحط مكانها 1 1 زائد 2 صاد بيساوي 5 يبقى 2 صاد بيساوي 5 ناقص 1 يدينا 4 يبقى 2 صاد بتساوي 4 يبقى الصاد بتساوي 2 مجموعة الحل المجموعة طبعاً ما ننساش الزوج المرتب السن بواحد والصاد باثنين السن بواحد والصاد باثنين سأل رقم به اوجد نونسين في أبسط صورة موضحا المجال احنا عارفين عندنا العمليات جمع وطرح وضرب واسمة دي المسألة دي جمع كسرين جابريين طبعا هنحلل ونجيب المجال ونختزل ونوحد المقام ونختزل تاني اين امكن نونسين بتساوي سين تربيع نقص سين على سين تربيع نقص الواحد زائد واحد على سين زائد الواحد يبقى هنا نونسين بتساوي هناخد السين عام المشترك تفضل سين نقص الواحد ده فوق في البسط في المقام سين تربيع نقص الواحد كلنا عارفين ان ده اسم فرق بين مربعين يبقى كو سين قد بعض بالزبط حسن وحسين يبقى سين تربيع سين وسين واحد واحد واحدة موجب والتانية سالم زائد واحد على سين زائد الواحد بكده يبقى احنا حللنا بسط ومقام بعد كده هنجيب المجال المجال يا رجالة بيجي من المقام حه ناقص أصفار المقام يبقى المجال نون سين حه ناقص الموجب ناخده سالب والسالب ناخده موجب يبقى حه ناقص موجب واحد هناخده سالب واحد سالب واحد هناخده موجب واحد يبقى حه ناقص سالب واحد واحد بعد كده هنختزل هنطير سين نقص واحد مع سين نقص الواحد هتفضل معي سين على سين زائد الواحد زائد الكسر الثاني زي ما هو طبعا واحد على سين زائد الواحد طبعا هنا المقام جاي جاهز موحد موحد جاهز يبقى المقام عندي موحد جاهز يبقى سين زائد الواحد هناخد منه ايه مقام سين زائد الواحد وسين زائد الواحد هناخد منه مقام ونجمع البسط مع البسط يبقى سين زئد الواحد على سين زئد الواحد هيدينا واحد صحيح سؤال الخامس اوجد في ها مجموعة حل المعادلة باستخدام القانون العام سين تربيع ناقص أربعة سين زئد الواحد بيساوي صفر هنا معامل السين تربيع اللي هو قلب بيساوي واحد البيه بتساوي سالب أربعة الجين بتساوي واحد يبقى القانون العام سين بتساوي سالب البيه مجب أو سالب جزر تربيع بيه تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اتنين ألف المسألة دي مضمونة بقول لي حل المعادلة باستخدام القانون العام مقربا الناتج لرقم عاشري واحد مقربا الناتج لرقم عاشري واحد طبعا جبنا الألف وجبنا البيه وجبنا الجيم ومعنا القانون وهنعوض بالألف والبيه والجيم يبقى سين بتساوي أربعة مجب أو سالب جزر تربيعي 16 ناقص 4 في 1 في 1 على 2 في 1 يبقى سين بتساوي 2 زائد جزر 3 ندوس S دي بالقالة الحزبة يدينا سين بتساوي 3 و 7 من 10 طيب القيمة التانية هنعوض بالسالب يبقى سين بتساوي 2 ناقص جزر 3 برضو ندوس S دي هيدينا 3 من 10 يبقى مجموعة الحل القص المجموعة 3 و 7 من 10 و 3 طبعا ما ننساش هجمعة نتأكد بالقالة الحزبة مود 3 يعني زي ما بنعمل في التحليل بالزبط طبعا هيدينا X1 ب 3 و 7 من 10 و X2 يدينا 3 من 10 رقم B إذا كان ألف وبه حدثين من فضاء العينة و كان لم ألف ب 2 من 10 و لم ألف ب 6 من 10 و لم ألف تقاطع البه ب 1 من 10 اوجد رقم 1 عايز لم ألف اتحاد البه رقم 2 عايز لم ألف مكملة يعني عايز مكملة الألف طبعا هنا حافظين إحنا القانون بتاعنا لم ألف اتحاد البه بيساوي لم الألف زائد لم البه ناقص لم ألف تقاطع البه هنعوض مباشر هنشيل لم ألف و نحط ما كانها 2 من 10 و نشيل لم به و نحط ما كانها 6 من 10 و نشيل اللي التقاطع عندي و نحط ما كانه 1 من 10 يبقى 2 من 10 زائد 6 من 10 ناقص 1 من 10 يدينا 7 من 10 بعد كده هنجيب مكملة الألف طبعا عندنا مكملة الألف والألف مجموحهم بيساوي 1 أنا عندي لم ألف بفوق ب 2 من 10 لم ألف زائد لم ألف شرطة بيساوي 1 صحيح يبقى لم ألف شرطة بيساوي 1 ناقص لم ألف بيساوي 1 ناقص 2 من 10 بيساوي 8 من 10 سؤال السادس اوجد نونسين في أبسط صورة مبينة للمجال نونسين بتساوي 30 على 20 زائد 3 زائد 6 على 20 زائد 3 طبعا هنحلل و نجيب المجال و نوحد المقام و نختزل طبعا البسط هنا ما فيوش تحليل ولا المقام ولا البسط الثاني ولا المقام الثاني يبقى ندخل على المجال على طول مجال نونسين بتساوي معادة سالب 3 يبقى نونسين بتساوي 2 سين زائد 6 على سين زائد 3 زائد 2 في سين زائد 3 على سين زائد 3 طبعا هنوحد المقام عندنا هيدينا اتنين يبقى هنا سين زائد 3 وسين زائد 3 هناخد واحد منهم و نجمع اللي فوق مع اللي فوق يبقى 2 سين زائد 6 و ناخد اتنين عامل مشترك هيتفضل سين زائد 3 على سين زائد 3 هنطيرهم مع بعض هيدينا اتنين شوف السؤال رقم اتنين سين تربيع ناقص 30 زائد 2 على سين تربيع ناقص الواحد على 3 سين ناقص 15 على سين تربيع ناقص 40 ناقص 5 طبعا هنشوفها رجالة الكسر الاول البسط هنا عبارة عن مقدار سلاس بسيط هنحلله قصين قد بعض يبقى سين وسين كم في كم باتنين ومجموحهم ثلاثة يبقى اتنين في واحد الاشارة دي مجابة يبقى سالب وسالب او نديها للالحز بامود 3 تلاتة او مود 5 تلاتة هنحللها هيدينا اكس 1 باتنين هناخدها سالب اتنين و اكس 2 هيدينا واحد هناخده سالب واحد طيب في المقام سين تربيع ناقص واحد كلنا عارفين ان ده اسمه فرق بين مربعين قصين قد بعض بالزبط حسن وحسين سين تربيع بقى سين وسين الواحد يبقى واحد واحد وواحد سالب والتاني موجب على فوق في الكسر التاني في البسط هناخد ثلاثة عامل مشترك تفضل سين ثلاثة على ثلاثة فهل واحد هيتفضل سين ناقص 15 على ثلاثة يدينا خمس تحت ده مقدار ثلاثة بسيط يبقى سين وسين خمسة في واحد الخمسة هتاخد اشارة الحد الاوسط والواحد هيبقى عكس الاشارة يبقى القصين قد بعض سين تربيع سين وسين خمسة في واحد الخمسة سالب والواحد موجب طيب كده حللنا بسط و مقام مجال نون سين حه ناقص اصفار المقام يبقى حه ناقص الواحد وسالب واحد و خمسة ها هنا يا رجالة ما ننساش في مسألة الاسمة و المعكوس الضربي المجال بيجي من تحت و من فوق هنا مجال في الاسمة بيجي على حرف الال حه ناقص اصفار مقام الاول مقام الكسر الاول و مقام الكسر التاني وبسط الكسر التاني يعني بيجي على حرف ال كده حه ناقص اصفار مقام الاول مقام التاني ها بسط الاي بسط التاني يبقى حه ناقص سالب واحد هناخدها واحد موجب واحد هناخدها سالب واحد طبعا موجب واحد احنا خدناها قبل كده سالب خمسة خدناها خمسة هنطلع فوق هناخد الخمسة خدناها قبل كده يبقى مش هنكتبها تاني يبقى احنا كده حللنا وجبنا المجال بعد كده هنثبت الكسر الاول زي ما هو كده ونجي على العلن اعكسها فيه البسط ينزل مقام والمقام يطلع فوق في البسط عشان نختازل هنطير سين نقس الواحد مع سين نقس الواحد وسين زي ايد الواحد مع سين زي ايد الواحد وسين نقس خمسة مع سين نقس الخمسة يتفضل انه سين بتساوي سين ناقس اتنين فوق على تلاتة تحت شوف كده السؤال رقم تلاتة سين على سين ناقس اربعة ناقس سين زي ايد اربعة على سين تربيع ناقس 16 طبعا دي ما سألت طرح تحليل السين مش هتتحلل سين ناقس اربعة مش هتتحلل برضو يبقى عندنا فوق في البسط سين زي ايد اربعة مش هتتحلل ده فرق بين مربعين قسين اضباع سين وسين اربعة واربعة واحدة سالب والتانية موجب هندخل على المجال يبقى حاها ناقس اربعة وسالب اربعة اربعة وسالب اربعة يبقى هنا هنوحد المقام طبعا هنختزل سين زي ايد اربعة مع سين زي ايد اربعة هيتفضل هنا سين على سين ناقس اربعة ناقس واحد على سين ناقس اربعة المقام واحد جاهز يبقى ناخد سين ناقص اربعة ونطرح البسط من البسط يبقى سين ناقص واحد يبقى سين ناقص الواحد على سين ناقص اربعة دينون سين فابسط صورة السؤال رقم به صندوق بها عشرين كرة متمثلة ستة منهم حمراء عشرة بيضاء والباقي اخضر انا عندي التوتال كام عشرين خد منهم ستة حمراء وعشرة بيضاء يبقى الباقي عندي اخضر يبقى الباقي اربعة اخذت كرة عشوائيا اوجد احتمال ان تكون الكرة المسحوبة حمراء طبعا هنا الحمراء ستة يبقى نقسم ستة على العشرين ونديها للقالة بسطها يدينا ثلاثة على عشرة بعد كده قال لي بيضاء او خدراء البيضاء عندنا شباب عشرة والخدراء اربعة يبقى نجمع البيضاء مع الخدراء يدينا اربعتاشر على عشرين ونديها للقالة بسطها على الاتنين فيها السبعة على الاتنين فيها العشرة قال لي ليست بيضاء يعني ملكش دعو بالبيضاء يبقى نجمع الحمراء ونجمع الخدراء يبقى ستة واربعة يبقى عشرة على عشرين برضو هنا عشرة على عشرين ادينا النص سؤال لي بعد كده اذا كان نون واحد سين بتساوي سالب خمسة على سين تربيع نقص الواحد ونون اتنين سين بتساوي اتنين على سين تربيع زائد اتنين سين اوجد المجال المشترك للدلتين نون واحد ونون اتنين زي ما اتفقنا هنحلل الاولى ونجيب مجالها ونحلل التانية ونجيب مجالها يبقى نون واحد سين في طبعا سالب خمسة ما فياش تحليل تحت في المقام سين تربيع نقص واحد حفاظ ده بقى خلاص يبقى نفتح قصين قد بعض فرق بين مربعين سين وسين واحد واحد سالب وموجب طبعا المجال هنا بيجي من المقام يبقى هنا حنقص واحد وسالب واحد واحد وسالب واحد هنشوف نون اتنين كده طبعا البسط مش هيتحلل المقام سين تربيع واثنين سين هناخد السين عام المشترك هيتفضل سين زائد اتنين هناخد مجالها حه ناقص صفر وسالب اتنين صفر وسالب اتنين يبقى انا عند المجال المشترك يا شباب حه ناقص واحد وسالب واحد وصفر وسالب اتنين ما ننساش يا جماعة نبتب حه عشان فيه طلبة بتنسى كلمة حه يبقى حه ناقص الاعداد الحقيقية معده الواحد وسالب واحد وصفر وسالب اتنين رقم ب اذا كان الف وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية حيث لام الف نص ولام الب بساوروب اوجد لام الف اتحاد الب في الحالتين الحالة الاولى لما يديني الف تقاطع الب بساوروب الحالة التانية لما يديني الف وبه حدثين متنافيين طيب نشوف الحالة الاولى يبقى مديني لام الف بنص ولام به بربع ولم التقاطع بتم وعايز الاتحاد كلنا حافظين القانون لام الف اتحاد البه بيساوي لام الف زائد لام به ناقص التقاطع اللي هو لام الف تقاطع البه تعود مباشر يبقى بيساوي لام الالف بنص زائد لام البيه برب ناقص التقاطع عندي بتم وندهل الآلة يديني 7 على 8 نشوف الحالة التانية يا شباب طبعا ما يديني ألف وبيه حدثين متنافيين اول ما يديني ألف وبيه حدثين متنافيين اعرف ان التقاطع عندي بصفر يبقى لام ألف تقاطع البيه بصفر يبقى هنا لام ألف في اتحاد البيه بيساوي لام ألف زائد لام بيه فقط يبقى لام قلب بيساوي نص زائد الربع هيدينا تلاتة على اربعة هيدينا تلاتة على اربعة السؤال الثامن اوجد فيها مجموعة حل المعادلتين السين بتساوي صاد سين بتساوي صاد دي المعادلة رقم واحد المعادلة التانية سين زائد تلاتة صاد بيساوي تمانية المعادلة رقم اثنين طبعا هنعوض من واحد في اثنين السين بتساوي صاد كل ما يقابلك سين اشيلها وحط مكانها صاد يبقى صاد زائد تلاتة صاد بيساوي تمانية يبقى واحد صاد وتلاتة صاد بيساوي اربعة صاد يبقى لاربع صاد بيساوي تمانية هنقسم هنا على اربعة وهنا على اربعة يبقى صاد بيساوي اثنين هنعوض في المعادلة رقم واحد طبعا مديني سين هي نفسها صاد جبنا الصاد باتنين يبقى السين بردو بيساوي اثنين يبقى مجموعة الحل القص المجموعة وبعد ديه زوج مرتب اتنين واثنين بيه اوجد احتمال عدم وقوع الحدث الف اذا كان احتمال وقوع هذا الحدث خمسة وسبعين في المية يبقى احتمال الحدث زائد عدمه يدينا واحد صحيح يبقى احتمال عدم وقوع الحدث الف هيساوي لامل الف شرطة يساوي مية في المية ناقص خمسة وسبعين في المية يدينا خمسة وعشرين في المية سؤال التاسع رقم الف اذا كان نون سين بتساوي سين تربيع ناقص اثنين سين على سين ناقص اثنين في سين تربيع زائد اثنين اوجد نون قص سالف واحد سين واعين المجال كلنا عارفين ان نون قص سالف واحد سين ده يvo дети darab anders على المعكوس الضربي يعني خلي البسط ينزل المقام والمقام يطلع بسط وهات المجال بتاعه طبعا كلنا عارفين برضو المجال بيجي من ايه من البسط والمقام واذا كان نون سين نون استسالب واحد سين بيساوي ثلاثة اوجد قيمة سين طبعا اول حاجة بنعملها بنحلل بسط ومقام بنحلل بسط ومقام واريت بقى بالمرة تعكسها يعني تجيب نون استسالب واحد سين اللي تحت ده يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت المقام يطلع بسط والبسط ينزل مقام يبقى هنا سين ناقص اتنين في سين تربع زي اتنين يطلعوا فوق وانت بتنزل تحت ما تنساش تحلل يعني تاخد السين عام المشترك هيتفضل سين ناقص اتنين بكده اقدر اتجيب المجال تعنون استسالب واحد سين سؤال مهم جدا خلي بالك منه قوي يبقى المجال بيجي من تحت ومن فوق من البسط ومن المقام يبقى حاجة ناقص السين دي باخدها صفر وسالب اتنين باخدها اتنين اطلع اجيب من فوق سالب اتنين ما انا اخدها قبل كده اتنين طبعا دي ملهاش اصفر يبقى المجال بتاع نون استسالب واحد سين حاجة ناقص صفر واثنين طيب بعد كده نختزل هنتير سين ناقص اتنين مع سين ناقص اتنين يتفضل فوق في البسط سين تربع زي اتنين على سين المطلوب التاني يا رجالة بيقول لي ازا كان نون استسالب واحد سين اللي هو بعد الاختزال بتساوي ثلاثة اوجد قيمة سين انا عندي هنا بعد الاختزال سين تربع زائد اتنين على سين هنساوي 100 ب3 طبعا اللي ملهاش مقام مقامها واحد وندرب طرفين في وسطين يبقى هنا سين تربيع زائد اثنين في واحد يدينا سين تربيع زائد اثنين بيساوي تلاتة في سين بتلاتة سين ندخل التلاتة سين جوه بعكس الاشارة يبقى سين تربيع ناقص تلاتة سين زائد اثنين بيساوي صفر هنحللها مقدار ثلاثة بسيط او نديها للآلة موت تلاتة تلاتة يبقى سين تربيع سين وسين اثنين دي اثنين في واحد الاشارة مجابة يبقى الاشارتين زي بعض على حسب اشارة الحد الاوسط يبقى سالب اثنين وسالب واحد كل ده بيساوي صفر يبقى هنا سين ناقص اثنين بيساوي صفر ومنها السين بتساوي اثنين سين ناقص الواحد بيساوي صفر ومنها السين بتساوي واحد طيب نرجع تاني نكشف عليها في المجال هل الاتنين دي موجودة هنا في المجال لا تنتمي المجال طبعا هي موجودة في الأصفار يبقى لا تنتمي للمجال لأن المجال هنا بقول لي إيه حا معدر الأعداد دي طب أنا عندي هنا اتنين موجودة هنا كل اللي موجود هنا ما ينفعش أجيبه قيمة سين يبقى لو سين بصفر أو اتنين أستبعدها أو أرفضها يبقى له هنا السين بتساوي اتنين مرفوضة لأن سالب اتنين دي لأن الاتنين دي يا جماعة لا تنتمي للمجال يبقى ما فاضلش الله السين بتساوي كام واحد سين بتساوي واحد آخر سؤال عندنا إذا كان ألف وبه حدثاين من فضاء عينة لتجربة عشوائية حيث لام ألف بيساوي خمسة من عشرة ولام ألف اتحادل به بيساوي تمانية من عشرة ولام ألف تقاطع البه بيساوي واحد من عشرة اوجد رقم واحد لام بيه ولام بيه شرطة يعني عايز احتمال بيه واحتمال مكملة البيه عفوا رقم واحد طبعا عندنا القانون العام بتاعنا القانون عندنا لام ألف اتحادل به بيساوي لام الألف زائد لام البيه ناقص التقاطع تعويض مباشر لام الألف عندي بتمانية من عشرة لام الألف عندي بخمسة من عشرة زائد لام البيه طبعا مجهولة ناقص التقاطع عندي بواحد من عشرة يبقى الاتحاد عندي بتمانية من عشرة تمانية من عشرة بتساوي خمسة من عشرة خد منها واحد من عشرة يدينا أربعة من عشرة يبقى لام البيه يا رجالة بيساوي تمانية من عشرة ناقص أربعة من عشرة يدينا أربعة من عشرة أنا معي لامل به كده باربعة من عشرة يبقى هنجيب المكملة بتاعتها لامل به شرطة بيساوي واحد ناقص لامل به يعني واحد ناقص أربعة من عشرة يدينا ستة من عشرة تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق كان معكم محمد علي اشتركوا في القناة